اشتركوا في القناة بأرقى صورة حضارية ليخدم كافة أبناء المنطقة لأنه يعي بمكانة الشباب ودورهم البناء في جميع المجالات المجلس الأعلى للشباب والرياضة يضع نقطة على سطر قرية لدراز بعد أن شيد هذا النادي وتم افتتاحه من قبل قائد الشباب والرياضة بالمملكة الذي يستلهم دعم القائد الأعلى جلالة الملك المفدة في حرصه على الاهتمام بأبناء الوطن وتمهيد لهم سبل التطوير والنجاح اعتقد افتتاح نادي الاتفاق هو نقلة نوعية للنادي وحدث مهم في تاريخ النادي طبعا هو راح يكون ميزة كبيرة للشباب في المنطقة في قرية لدراز وفي نفس الوقت راح يساعدهم على تنافس الشريف والتنافس القوي والمهم في الألعاب المختلفة اللي شارك فيه النادي نادي الاتفاق الرياضي صمم وفق بناء هندسي نموذجي وذلك في إطار رؤية المؤسسة العامة للشباب والرياضة لمستقبل العمل الرياضي في البحرين المشروع يعتبر أو مشروع الصالة الرياضية يعتبر الأول من نوعه اللي تنفذ الوزارة بهالحجم وبهالتصميم أمانة واللي كان له مردود كبير المشروع يتكون من صالة الرياضية نفذناها على أحدث المعايير والمقاييس الدولية لاستطابة كل الألعاب والفعاليات الرياضية حسب اشتراطات الاتحادات الدولية ملعب متعدد الأغراب يتكون من مرافق تخدم الصالة والأندية اللاعبين دورات مياه مغاسل مخازن في غرف تبديل غرف للحكام قاعة محاضرات نادي الاتفاق بحلته الجديدة لا شك أنه سيكون قادرا كما عهد على مواصلة تخريج من يمثل المنتخبات الوطنية في جميع الألعاب الرياضية نحن نتقدم بالشكر الجزيل للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ولوزارة شؤون الشباب والرياضة الذين حققوا لنا حلما بهذا المبنى الفخ الجامع طبعا برامجنا القادمة ستتطور إن شاء الله وفقا للمعطيات الجديدة ولدينا رؤية في أن يكون للمرأة في هذه المنطقة دور أيضا وأن يكون لها مساحة لممارسة أنشطتها الصالة راح تخدم كل فئات الناضي من القاعدة إلى الأول والمردود طبعا راح يكون أكثر حالية في المباريات اللعبة راح تتطور بشكل ما نقول شيء مفاجئ إنما تدرج يكون أسرع من خارج الملعب الخارجية وهذا في حد ذاته يخدم الناضي كل لعبة بشكل خاص مرافق عديدة في بناء اهتم حتى بالتفاصيل الصغيرة وذلك ليصبح مصدر جذب لكافة محب الرياضة من الصغار والكبار إيمانا منها بحفظ طاقات أبنائها واستثمارها مملكة البحرين وها هي اليوم بقيادتها ومؤسساتها توفر أندية ومراكز للشباب والرياضة لتلفزيون البحرين صالح يوسف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر